كل الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الجمعة 31 ماي 2024 والساعة العاشرة والنصف بتوقيت الجزائر وأذا حديثي إليكم مباشرة عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك أزل في اللون إخواني حياكم الله أينما كنتم حيا الله الأحرار حديثي إليكم إن شاء الله اليوم يتطرق لجملة من الماضيع أكثرها ماضيع الساحة الدولية في الجزء الأول سنتحدث على التوحش الصهيوني في غزة وآخر الأخبار وخروج الرئيس الأمريكي شخصيا ليتحدث عن صفقة ويحللها ويفصلها ويتحدث عنها بتفاصيل غير معتادة من رؤساء الدول فبالك برئيس الأمريكا ورئيس الإمبراطورية وفي الجزء الثاني نتحدث على ما أحدثه نيتنياهو في لقاءه مع قناة فرنسية هي تيافا والتي أحدثت ضجة في فرنسا ولكن أيضا في المغرب وفي الجزء الثالث نتحدث على الإدانة غير المسبوقة لرئيس أمريكي بجرائم جينائية 34 جريمة وماذا يعني ذلك؟ خاصة أنه ليس فقط رئيس سابق وإنما رئيس قادم على الأرجح فهو مرشح للرئاسة وهو الأوفر حب بالفوز بالانتخابات ماذا يعني اتهامه وهو الآن مودان هو مودان وكان لم يصدر الحكم بعد أدنته مجموعة المحلفين ماذا يعني ذلك؟ بالنسبة لترامب شخصيا لأنصاره للرئاسة الأمريكية للدولة الأمريكية للمجتمع الأمريكي ماذا يعني ذلك للعالم؟ فأمريكا ليست دولة صغيرة أو حتى متوسطة إنما هي أقوى دولة وهي أكبر دولة وهي التي تهيمن بشكل أو بآخر على هذا العالم وفي جزء رابع إذا سمح الوقت سنتحدث على ملف لا يقل خطورة عن ما يجري في أمريكا وهو ما يجري في أوكرانيا فقد سمح الغرب كبار دول الغربية سمحت للأوكران لأول مرة علنا وبعدد كبير جدا من هذه الدول باستخدام أسلحتها ضد روسيا القديمة أي ضد الأراضي الروسية التي كانت قبل أن تضم لها روسيا أجزاء من أوكرانيا ثم في جزء خامس إن شاء الله إذا سمحنا الوقت وإن كان موضوع الجزائر أكيد سأتحدث عليه بإذن الله ربما نتجاوز أحد الملفات الدولية إذا شنان الوقت لا يسمح لكن نحاول نتكلم على الملفات الخمسة رغم تشعبها وتداخلها إلا نحاول بإذن الله سأتكلم عليها جميعا بداية إذن أحد أهم التطورات هو ما خرج به الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي تحدث فيه على أن هناك صفقة إسرائيلية هو قال صفقة إسرائيلية وهذه الصفقة الإسرائيلية تتضمن نقاط 1-2-3 إلى آخره خلينا نشوف هذه الصفقة وما تحدث به خلينا نشوفه هو أولا ثم نشوف بعض النقاط أود أن أتحدث عن جهودي لإنهاء الأزمة في غزة وعلى مدى الأشهر المسؤولين عن السياسة الخارجية مفاوضون عن الأمن القومي وهم تفاوضوا عن وقف لإطلاق النار يكون هشا وقليلا يكون هناك نهاية مستدامة للحرب وتعيد الرهائل إلى بيوتهم وتضمن أمن إسرائيل وتخلق يوما تاليا للحرب في غزة أفضل من دون أن تكون حماس في السلطة وأيضا توفر الفرصة للفلسطيني والإسرائيليين بالعيش بسلام وبعد جهود مكثفة قام بها أعضاء فريقي وبمساهمة من قطر ومصر وبلدان شرق وسط أخرى إسرائيل أقول إسرائيل تقدمت بخارطة طريق من أجل وقف إطلاق النار مستدام وإطلاق أصراح كل الرهائن وبلغ هذا المقترح لحماس من قبل قطر والآن سوف أشرح هذا المقترح هذا المقترح يقوم على أساس ثلاث مراحل المرحلة الأولى ستدوم ستدوم إذن الرئيس الأمريكي قبل أن نذهب إلى المراحل الرئيس الأمريكي شخصيا يخرج ليتحدث على أن هناك صفقة قدمت لحماس عن طريق قطر وأن هذه الصفقة هي في الأصل إسرائيلية وأنها ستنهي في النهاية ستنهي الحرب وستحدث نوع من التعايش أو تحدث تعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتنتهي هذه الحرب وهذه الأزمة المستغرب وهذا كثير من الناس لحظوه هو كيف لرئيس الإمبراطورية نحن لا نتحدث هنا مثلا على الأمير القطري خارج أو حتى على الرئيس التركي خارج أو رئيس إسبانيا أو فرنسا خارج يتكلم على هذا وتكلم على الصفقة إنما نحن نتحدث على الدولة التي تؤثر في العالم أجمع وهي أقوى دولة في العالم أجمع ولديها إمكانيات هائلة ورهيبة ووزارة دفاعها فقط ميزانيتها تساوي كل عشر دول اللي تجي بعدها من الصين إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى ألمانيا إلى روسيا يعني لماذا؟ ما الذي يدفع الرئيس الأمريكي أن يخرجه؟ مش حتى وزير خارجيته مش حتى المستشار الأمن القومي مش وزير الدفاع مش أي متحدث الحقيقة قناعتي وأعتقد أن هذه قناعة فيها يشترك فيها الناس كثيرين هو أن يشعر بقلق وقلق كبير جدا الآن الحرب طالت إسرائيل لم تحقق أهدافها الرهائن كما يسمونهم أو الأسرع لم يعودوا المقاومة لم يتم القضاء عليها بل أن تأثيرات المعاكسة وهي قتل وجرح أكثر من 120 ألف شخص لحد الآن لها تدعيات وتأثيرات هائلة حتى أنه يقولها في خطابه يقولها من أن إسرائيل تخسر على الساحة الدولية وأن هناك إشكال كبير بالنسبة لإسرائيل على الساحة الدولية إذن بعد دعم غير مسبوق من طرف أمريكا بالذات وهو شخصيا وفي هذا الحديث بالمناسبة يتحدث على أنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار إسرائيل وهي في حالة حرب وهذه حقيقة تاريخية منذ أن قام هذا الكيان وكان يتحدث في خطابه للمجتمع الإسرائيلي ولليمين الإسرائيلي وللمتطرفين في إسرائيل أكثر منها لأي شخص آخر أو جهة أخرى ربما يأتي المجتمع الأمريكي في درجة ثانية لأنه يشعر أن هذه حرب شخصيا وأنه أقام جسر جوي لم يتوقف من الأسلحة وما زال هذا الجسر وجسر بحري لم يتوقف وذكر هو أيضا في هذا الحديث لو أريد أن أترك المترجم يتحدث ربما يكون في شوية تزعاج لكن ممكن تتابع طبعا حديثه لكن ذكر هو شخصيا قال من أن دافعت على إسرائيل عندما هاجمتها إيران وطبعا نحن نعرف أنه أرسل بوارج حربية وأرسل اثنين من حاملات الطائرات الأمريكية وأرسل غواصة نووية وأرسل خبراء ومستشارين ووضعوا الأقمر الصناعية ووضعوا خبراء في البحث على الأنفاق والبحث على الأسرة شكل غير مسبوق التورط الأمريكي في حرب يخذها هذا الكيان ليس مع دولة ليست لا مع مصر ولا سوريا ولا العراق ولا إيران ولا السعودية ولا الجزائر ولا أي بلد إنها مع مجموعة من سكان غزة منضوين ضمن حركات مقاومة ولذلك خروج اليوم وتحدثوا على وأنه تحدث على المراحل إلى آخر يخلن سمعوا المراحل ثم أضيف تعليق آخر تسابيع وتتضمن وقف اطلاق النار شامل وكامل وأنسحاب القوات الإسرائيل من كل المناطق المأهولة في غزة وإطلاق صراح عدد من الرهان بمن فيهم نساء وجرحة وشيوخ مقابل أطلاق صراحة مسجونين فرنسيين وما يبقى من أيضا من بعض رفات الرهان الذين قتلوا سيعادون إلى عوائلهم ليتفادوا المدنيون الفلسطينيون سيعادون إلى كل مناطق غزة بما في ذلك الشمال المساعدات الإنسانية ستتم على شكل دخول 600 شاحنة كل يوم إلى غزة وبوقف اطلاق النار يكون حيز التنفيذ يمكن توزيع هذه المساعدات وسيتم توزيع مئات الآلاف من أماكن السكن ستتم فورا كل هذا يبدأ فورا وفي الستة أسابيع من المرحلة الأولى تتفاوض إسرائيل وحماس للوصول للمرحلة الثانية وهي النهاية المستدامة للنزاعات والعمال القتالية وعند الانتقال من المرحلة الأولى المرحلة الثانية إسرائيل تريد أن تضمن أن مصالحها تكون محمية ولكن المقترح يقول لو أن المفاوضات أخذت أكثر من ستة أسابيع أكثر من ستة أسابيع وراح يعدد ويفصل في النهاية المقترح كما ذكروا في خطوط العريضة كانت وافقت عليه المقاومة حتى أن المقاومة قالوا بأن هناك تغييرات بسيطة فيما تحدث فيه بايدن على ما كنا وافقنا عليه من قبل مما اعتبر في الحقيقة أن ما قالوا أنه سينهي الحرب سيعود أهل غزة لكل أراضي غزة بما فيها شمال غزة سيتوقف القتال سيطلق المساجين مئات المساجين في المرحلة الأولى ومئات المساجين في المرحلة الثانية ومئات المساجين الفلسطينيين في المرحلة الثانية تلاحظون أنه أخطأ لا أعرف أن الخطأ كان من عنده أم كان من عند المترجم لأنه قال المساجين الفرنسيين هو يقصد فلسطينيين لكن بايدن تعود أن يرتكب أخطاء مثل هذه وفي الحقيقة أنه خصومه دائما يوبخوها ويعايروه بها يعني بهذه الأخطاء اللي يرتكبها في النهاية ما خرج وقاله هو انتصار كبير للمقاومة لأن تستطيع أن تقول أن 90% مما جاء في هذه اللي سماها هو مبادرة لوقف اطلاق النار مبادرة إسرائيلية هو من مطالب المقاومة ومنذ البداية وأن المطالب الأساسية لإسرائيل مثل عدم وصول الفلسطينيين إلى شمال غزة بقاء إسرائيل عسكريا داخل غزة بما فيها في الأماكن المسكونة وأشياء أخرى كثيرة عدم إطلاق الذين وصفوا بأنهم ارتكبوا جرائم دموية من الفلسطينيين كل هذا تراجعوا عنه طبعا يستطيع أن يقول قائل ولكن انظر إلى الفلسطينيين الذين قتلوا وهذا شيء بشع أكثر من 45 ألف بعد تقديرات تقول أكثر بكثير 35 ألف 36 ألف زائد عشرة آلاف تحت الأنقاض زائد عدد أخرى لا تعرف وعشرات الآلاف من الجرحة ودمار هائل 70% من مباني غزة وأمراض معدية لـ 80% من السكان أمراض أخرى مجاعة نعم هذا كل صحيح وهو مؤلم وهو مزعج وهو صورة للهمجية لما كان يقال عليه أو يقولون عن أنفسهم الجيش الأكثر أخلاقية في العالم والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط لكن هذه هي تضحية الشعوب دائما عند الشعوب التي تريد أن تفتك استقلالها تدفع أثمان باهظة ذكر دائما بما دفعوا الشعب الجزائري ملايين عبر 130 سنة منهم أكثر من مليون ونص فقط أو مليون ونص في الثمن سنوات الأخيرة أو السبع سنوات النصف الأخيرة الفيتناميين دفعوا أكثر من 3 مليون وستمائة ألف في ظرف 20 سنة أو أكثر من القتال مع الأمريكيين وقبلها كان القتال مع الفرنسيين وغيرهم والأفغان في حربهم مع الروس مع الصوفيات ثم في حربهم مع الأمريكان على سبيل المثال هذه أمثلة وأمثلة بسيطة إذن لكن عندما يخرج الرئيس الأمريكي ويتحدث عن حماس ولا يصفها بالإرهابية إنما يتحدث عن حماس ويقول لك نأمل أن تقبل حماس أن زعيم الإمبراطورية الآن يضع نفسه بأنه يخاطب جماعة صغيرة توصف في الغرب بأنها إرهابية خاصة عند الأمريكان وهو يتكلم معها ويطلب منها أن تقبل هذا المقترح حقيقة هذا يعتبر تغير هائل ويعتبر مهما يقال ومهما كانت الأثمان التي دفعت يعتبر انتصار للمقاومة طبعا ليس مؤكدا أن هذه السفقة ستتم أنا لدي شعور ومتابعة أيضا من تحليلاتي أنها قد تتم هذه المرة ربما خلال أسبوع أو عشرة أيام أو حتى أسبوعين لكن هناك ازدواجية لدى الإسرائيليين الحقيقة أنه خرج إذن بايدن وطبعا هذا هو الخبر العالمي لملأ الدنيا حتى غطى على قضية ترامب واتهام ترامب أمس بأنه مجرم مدان يعني بأنه مجرم جنائي كريمينال يعني غطت هذه القضية بشكل كبير ليس داخل داخل الأمريكي داخل الأمريكي هذه القضية مهمة جدا لهم ولكن قضية ترامب أخطر وأهم لكن وفي حين خرجوا مسؤولين أوروبيين كثيرين منهم بوريل مثلا الذي قال من أنه يجب أن تنتهي الحرب وأنه يدعم بشكل كامل طبعا بوريل هنا يتحدث باسم الأوروبيين بشكل كامل يدعم خارطة الطريقة التي أعلنها بايدن وخرجوا آخرين من كبار المسؤولين بما فيهم وزير الخارجية البريطاني وآخرين والروق والفرنسي وكلهم دعموا ما قاله بايدن إلا أنه في إسرائيل كان الغريب هو كان في إسرائيل ففي إسرائيل كان الرد رئاس الوزراء الإسرائيلية نيتنياهو يسر كان هذا هو الرد نيتنياهو يسر على عدم إنهاء الحرب قال ديوان رئاس الوزراء الإسرائيلية أن الرئيس الحكومة بن يمين نيتنياهو لديه إسرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها وآضاف ديوان رئاس الوزراء أن الحكومة موحدة في رغبتها إعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف وشدد على أن نيتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة التي تسمح بالانتقال المشروط من مرحلة لأخرى بما يحقق هدف عودتين محتجزين والقضاء على حمس طبعا هذا الكلام لا هو منطقي ولا هو مقبول ولا هو يؤدي إلى تحقيق الصفقة إلى موافقة على الصفقة وهذا يظهر مدى التخبط الإسرائيلي ففي الحقيقة هناك مجموعة من الأطراف داخل الكيان الإسرائيلي نقدر أن نحطوها على الأقل في أربعة أطراف طرف يريد أن تستمر الحرب مهما كلف وتحت أي ظرف وأن لا تنتهي هذه الحرب إلا بالقضاء على المقاومة بل بعضهم يذهب إلى وطرد الفلسطينيين من غزة واحتلال غزة وجعلها منتجعات سياحية وجعل فيها مستوطنات إلى آخره هذا طرف حتى في هذا الطرف كان فيها أطراف لكن هذا هو عنوان الرئيسي وهذا يقوده بنغفير واسموتريتش ونيتنياهو أيضا طرف ثاني يرى وهو ما يمكن أن نطلق عليه بالدولة العميق وهي دولة الأجهزة الأمنية كبار جنرالات الجيش غانتس غالانت يرى بأنه لا يمكن الذهاب أبعد مما ذهبنا وأن النصر المطلق الذي يتحدث عليه نتنياهو مستحيل وقضى على المقاومة مستحيل صحيح نحن أضعفناها بشكل كبير هكذا يقولون على المخربين كما يسمونهم وخربين حماس وغيرهم ولكن لا يمكن أن نذهب أبعد من ذلك ويريدون أن يصلوا إلى صفقة ولذلك كان هدد غالانت كان هدد أو كان خاصم نتنياهو قال له لا يمكن حكم غزة لا مدنيا ولا عسكريا من طرف إسرائيل وأن هذا سيكلفنا كثيرا وسيؤدي إلى كوارث بالنسبة للجيش الإسرائيلي غالانت وزير الدفاع أما غانتس فقد أعطى كما نعرف مهلة إلى نتنياهو إلى غاية يوم ثمانية جوان من أن يصل إلى حل بقبول صفقة مع حمس مع المقاوضة الطرف الثالث وهو المعارضة الإسرائيلية بقيادة لبيد لبرمان ساعر ومجموعات أخرى ورؤساء وزراء سابقون مثل أولمارت مثل آخرين يعني مجموعة من رؤساء وزراء آخرين ووزراء يعني اليوم خرج رئيس وزير العدل السابق يقول إننا على شفى هزيمة استراتيجية وأنه لا يمكن القضاء على حمس ونحن على شفى هزيمة استراتيجية على أبواب نكاد نسقط في الهزيمة الاستراتيجية طبعا آخرين قالوا أننا في هزيمة استراتيجية هؤلاء يريدون صفقة وبسرعة ويريدونها الآن مع اعتبارهم أنهم سيستمرون في المحاربة المقاومة وفي الدفاع عنها ولا يقبلون بدولة فلسطينية إلى آخره هذه متفقنة لها وضرف رابع وفي خاصة أهالي الأسرة والآن أيضا أهالي بعض الجنود الذين قتلوا أو يقاتلونها أو يقتلون بعبارة أدق في غزة هؤلاء يريدون أن تنتهي الحرب لعندهم أسرة يريدون أن يعود الأسرة لأن كثير منهم قتل أو مات أو يكاد أن يموت وكلما بقوا هناك يعرفون أن نتنياهو يريد أن يقتلهم وليس أن يجلبهم في نهاية المطاف وهذا الذي حدث وهم يريدون أن يأتوا بالأسرة والآخرين لا يريدون لأبنائهم الذين ما زالوا يقتلون في غزة أن يقتلوا وبالتالي هناك أربعة الطرف طبعا في هذه الأربعة الطرف هناك تداخلات داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه وهو مجتمع متشتت منقسم زادت منذ 7 أكتوبر انقساماته بشكل غير مسبوك وخاصة أنه أصلا فيه انقسامات كما نعرف وتحدثنا عليها مطولا بين الصهيونية العلمانية بشكل عام والصهيونية الدينية بشكل عام إضافة إلى انقسامات أخرى حتى داخل الصهيونية الدينية وداخل الصهيونية العلمانية إلى غيرها إذن نحن أمام تغير نكاد نقول دراماتيكي بخروج الرئيس الأمريكي هل سيمضي نتنياهو لأن الرئيس الأمريكي أسر وعادها مرتين قال بأن هذا مقترح إسرائيلي وقال أنه يطلب من الحكومة الإسرائيلية أن لا تخضع للضغوط يقصد بها سموت ريتش وبنغفير وما شابههما من الموجودين داخل الحكومة أو في إطار أصحاب قرار بشكل أو بآخر الذين يعرفون نتنياهو يعرفون أنه لن يوافق على وقف اطلاق النار لأنها وقف اطلاق النار تعني نهاية السياسية وربما دخوله للسجن نتيجة لأنه هو أيضا متهم بجرائم جنائية جرائم فساد هو وزوجته بالمناسبة ولكن واضح أن حتى بالنسبة لنيتنياهو الذي يرفض نهاية الحرب والذي ما زال يتحدث على أوهام النصر المطلق واضح أنه وصل إلى وضع وين شركاء في ما يعرف بمجلس الحرب غانتس وإزنكورت يهاجمونه الآن إزنكورت هاجموا قبل يومين هجوم شديد غانتس أعطاه تحذير ووقت معين لكي يخرج من سلوكه ساعر اللي كان معاهم في مجلس الحرب غادر وهو الآن مع المعارضة وينادي بالإيطاحة بحكومة نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة مع لبيد وليبرمان إضافة إلى الضغوطات داخل المجتمع الإسرائيلي خاصة من المعنيين مباشرة إضافة إلى الضغوطات ما يسمى بالدولة العميقة الأجهزة الأمنية المصعد الأمان الشبك مسؤولين سابقين إلى آخرهم إضافة إلى الضغوطات الأمريكية الآن يعني بايدا عندما يخرج هذا ما هوش يلعب هنا هذه الآن وجهه في اللعب بمعنى أنه إذا رفضت من بعد إذا قبلتها المقاومة وعلى الأرجح ناسا تقبلها لأنها تحقق تقريبا 90% من مطالب المقاومة وعندما تحقق الحقيقة في هذه المفاوضات عندما تحقق أكثر من 50% فأنت منتصر فما بالك أنك تصل إلى التحقيق تقريبا كل مطالب انتعك فهذا يعتبر انتصار كبير جدا نتيجة للثبات الأسطوري ونتيجة أيضا لمقاومة لمقاومة أفزعت خصومها وأفجعتهم وأفزعتهم وأبهرت العالم بشكل عام كيف تستطيع مجموعات صغيرة مشكلة من بضعة عشرات الألاف من المقاتلين أن تقف في وجه أحد أقوى جيوش العالم ضمن العشرة الأولى وهو أقوى جيش في المنطقة ومدعوم من أقوى جيوش العالم أمريكا ألمانيا بريطانيا فرنسا إلى آخره طبعا هذا كما قلت هنا عدة مرات سيدرس في الأكاديمية الحربية وسينظر فيه المؤرخون بشكل واسع والخبراء والعسكريون والمحللون سينظرون ما هذا الثبات الأسطوري رغم الفطورة المدنية الرهيبة لكن فطورة مدنية لماذا؟ لأن إسرائيل لديها النووي تستطيع أن تلقي النووي بعضهم طبعا أغبية كانوا طالبوا بإلقاء قنبلة نووية على غزة لا يعرفون أن غزة داخل في نفس البخعة الجغرافية معهم وأن أي إطلاق للسلاح النووي ستأتيهم الرياح إذا مرت الرياح تأتيهم لهم وأن ذلك قد يدمرهم تماما لكن لو كانوا يقدروا يطلقوا السلاح نووي لأطلقوه يقتلون بلا حدود الأمريكان لما قالوا لهم ليس هل نعطوكم القنابل نوقفوا شوية قنابل يتكلموا على قنابل الألف كيلو جرام أو بعبارة عدق الألفين رطل حوالي تسعمائة وشوية كيلو جرام الرطل الأمريكي هو قل من خمسمائة كيلو جرام فهذا كل يحطنا في الصورة لماذا هذا الخروج تعني تنياه أنا أراه انتصار كبير جدا من ناحية التفاوض ومن ناحية أن المقاومة رغم الأثمان الباهظة التي دفعتها من عناصرها أيضا أكيد أنه سجهد للمقاومة الآلاف إذا لم يكن أكثر من الآلاف وهم يواجهون ونحن نعرف أن أسلحتهم لا تساوي من ناحية التكنولوجية أكثر من 1 إلى 2% مما لدى الكيان الصهيوني المدعوم أمريكي إذن هذا تغيير دراماتيكي فيعتقادي لكن يبقى هل سيمضي فيه نتنياهو أم لا إذا مضى فإن نتنياهو سيتعرض لانهيار الحكومة حكومة اليمين المتطرف أو لضعفها الشديد سيخرج منها بعض شخصياتها المتطرفة وبذلك ستسقط حكومته ولو بعد حين قد تأخذ شهر شهرين ثلاثة لكن ستسقط وسيضطرون إلى الذهاب الانتخابات إذا لم يقبل فإن الضغوطات الداخلية السياسية وحتى العسكرية والأمنية من الدولة العميقة ومن السياسي والضغوطات الخارجية الآن بما فيها بايدن لدعمهم في المطلق يقول لهم يجب أن نقبل بهذه السفقة خرج باش يقول هاي السفقة يجب على إسرائيل وعلى حماسة أن تقبلها بمعنى أنه يدعمها في المطلق وهم خرجوا الأوروبيين الآن في هذه الساعتين اللي مضت كلهم يقولون بأن ما عرضه بايدن هذه خطة الطريق هي الطريق الوحيد لإنهاء هذه الحرب التي في الحقيقة تقسم العالم والتي لم يسبق لحرب محدودة مفروض أنه محدودة في مكان محدود وليس بين دول أن أحدثت هذا الضجيج هذا السخب هذا الصراخ هذه الانقسامات هذه التشضيات هذه الخصومات هذه الصدامات على الصعيد ليس فقط المحلي ولكن خاصة على الصعيد العالمي وخاصة في الدول الغربية ما حدثت في الجامعات الأمريكية شيء غير مسبوك منذ حرب حرب الفيتنام حرب الفيتنام كانت تعني الأمريكيين مباشرة لأنه كانوا أمريكيين يموتون فيها مباشرة بينما هذه المفروض أنها لا تعنيها مباشرة مع ذلك فإن أحداثها ربما تجاوزت في بعض مطالبها وفي بعض أحداثها وبعض تصرفاتها وتجلياتها ما حدث في الفيتنام نهيك عن القسامات الأخرى نهيك عن ما تعرض له مسؤولين أمريكيين بما فيهم بايدن بلينكين وزير دفاع غيروا من احتجاجات شعبية كانت تقطع عليهم خطاباتهم وأحديدهم إذن تغير وتغير هائل شخصيا أراه انتصار كبير للشعب الغزاوي هذا الذي أثبت أنه حقيقة لا يشبهنا أقولها وأنا أعرف ما أقول أثبت أنه ما هوش محكم بالطغيان وبالاستبداد إنما كان هو تقريبا ومش تقريبا ومش تقريبا حتى أكاد أقول أن شعب غزة هو الشعب الوحيد فيما يسمى بالعالم الإسلامي في دول العالم الإسلامي قاطبتهم هو الشعب الوحيد الحر دول الإسلامية فيها وعليها يعني لكن لا أحد كانت له حرية وكانت له الكرامة وكانت له العزة لتنتج يعني هم بشر هم أمثالنا هم إخواننا ويشتبهون معنا ويشتركون معنا في الشيء كثير جدا لكن لماذا هذا الصمود في حين أن دول قائمة وبإمكانياتها وبمغالها نفس غارقة في إشكارة الحليب أو غارقة في الزيت في فترة معينة وفي السميد وفي الطرقات وفي المستشفيات المستشفيات غزة لما تشوفها القنابل تسقط عليها ومع ذلك هي أنظف من أغلب مستشفياتنا وأغلب المستشفيات اللي هي في العالم العربي وانظر مصر وحالتها اللي رأي تتجه إلى شبه المجاعة بالرغم من أنها دولة بإمكانياتها وتتقابل عليها المساعدات من كل جانب والإماراتيين ينشاريين نصها والسعوديين والقطريين والأوروبيين ومع ذلك الشعب المصري يجوع ويعطش وإحنا لكما مش البترول والغاز يعني لكرنا في وضع لا يقل بؤسا إذن لماذا وهذا الشعب المحاصر والمحتل والمنكوب والمهاجر يستطيع أن يثبت في وجه جيش مدجج وصل إلى درجة تكنولوجيا عالية جدا والأخطر والأهام تدعمه الإمبراطورية التي ترعب الصين وترعب روسيا وترعب كل من هو في العرض هذا لأنهم لم يحكموا بالاستبداد الاستبداد يقتل الإبداع يقتل الكرامة يقتل المرؤة يقتل الشجاعة يقتل الثبات الاستبداد يدمر الإنسان مثل ومثل استعمار ولكن الاستبداد أبشع لأن الاستبداد اللي يقوم به يحمل أسمك ووجهك وشكلك ويزعم أنه وطني وربما وطني أكثر منك وهو الوطني ونت الخائن ولكن شوف كيف يحول البلدان إلى غثائية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرعاة عشر قرن يتحدث عن الغثائية لكنكم قالوا من قلة يوم وإذن يحملوا يرسل الله قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل غثاء كغثاء السيل لا قيمة لكم ما تسووا ولا شيء فتتقابل عليكم الأمم الأخرى والشعوب الأخرى فتكونون تحت أقدامها مباشرة أو تحت أقدام الخونة والجواسيس الذين يشتغلون لها بكل أسف وألم سأتوقف هنا في الملف ربما فقط نضف له نقطة أو نقطتين حتى نستطيع أن نمر قلنا عندنا اليوم أربع ملفات على الأقل هذه في ميلبور في أستراليا متظاهرون تنديدا برعاية معرض إسرائيلي عسكري مظاهرات في العواصم الدول الغربية لا تنتهي لا تنتهي لا تنتهي هذا مهم قبل أن ننهي الملف على غزة أسمعوا ما يقول أحد أخطر وأقوى الكونغرسمان سيناتور أمريكي ليوالينزي كرهام وربما تكلمت عنه أكثر من مرة شوفوا ما يقول هنا لنظر إلى تكلم وأنه في المصار وأهم شيء يضيفه ويقول لك أن السعودية غيرت برامجها غيرت برامجها الدراسية طبعا يكذب يقول لك لأنها التي كانت تدعو إلى قتل اليهود هذا ليس صحيح لكنهم بطاعة الحام تفسيراتهم هم وبالفعل السعودية قامت بتغييرات هائلة في برامجها إلى درجة أنها ألغت كلمة فلسطين من فلسطين يعني لم تعد هناك اسم فلسطين في الأراضي اللي هي فلسطين تاريخية فلسطين كاملة مكاش فلسطين نحاول كلمة فلسطين يشير هو هنا لينزيك الرحم يقول لك وهذا بتقارير مؤكدة صدرت أمس أو أول أمس قال عن جهات دولية الجهات الدولية يتكلم عليها يسموها Impact SE بالإنجليزية Impact SE ولعلني كلمتكم عليها هنا قبل ثلاث أشهر أو أربع أشهر وهي بالحقيقة ليس جهة دولية هي باختصار بسيط منظمة صهيونية تشتغل في إسرائيل وفي الولايات المتحدة والمدراء انتاحا والمؤسسين هم صهاينة وهم يهدفون إلى إعادة سياغة العقل المسلم ككل مش فقط سعودية أو ككل وقد أدخلوا وعدلوا البرامج في الأردن في الإمارات في السعودية في أماكن أخرى كثيرة في الأردن حتى مرة واحد يعني أحدهم قالنا يدرسوا الأئمة حتى الأئمة مش فقط البرامج التعليمية إذا ما حد كنتش حدثتكم عليها راح إن شاء الله نخصص لها وقت نحدثكم عليها بالتفاصيل من هي هذه المنظمة وماذا قامت به وأين غيرت وماذا تفعل وماذا تريد أن تصل بما فيها الدول اللي ما زال ما وصلت لهاش مثل المغرب ومثل دول أخرى وإن كان حتى في المغرب أحدثت تغييرات ولكن الأهم اللي قاله قال لك حكام السعودية وعلى رأسهم الأمير بن سلمان لا يريد أن تكون هناك مقاومة في غزة لا يريد أن يسمع بحاجة اسمها المقاومة أو اسمها حماس لا يريد يريد سحقهم سحق المقاومة الفلسطينية هو مطلب عام في المنطقة العربية مطلب عام للحكام على استثناءات قليلة وهذه الاستثناءات يعني ماهيش مع القضاء ولكن ماهيش مع حتى دعم المقاومة لأنه مثلاً لما تجي عندنا العصابة مش هي العصابة اللي رأي ترفع وكانها هي أكبر من يرفع الشعارات فلسطين ظالمة ومظلومة لكن دعمها لمن؟ دعمها لمحمود عباس اللي هو ميليشيا مش مطبع مش معترف يخدم عميل ومرتزق وخدمات أمنية ويعتقل الفلسطينيين ويقتل الفلسطينيين ويعذب الفلسطينيين ويسلم الفلسطينيين إسرائيل وبالتالي كل الأنظمة القائمة بشكل أو بآخر هي ضد أي نفس يقاوم الاحتلال في فلسطين لأنهم يعتقدون أن وجود نفس يقاوم الاحتلال هو خطر على الأنظمة القائمة لأنها أنظمة بشكل أو بآخر أنظمة مستبدة وبالتالي لما تكون هناك روح المقاومة والحقيقة أن غزة أحدثت لهم ضرر رهيب رهيب لأن الناس كانت ظنت باللي هذه الشعوب ماتت فإذا بالبلد اللي قالوا تحت الاحتلال وتحت الحصار وهو كذلك ومش فقط من صهاينة إسرائيل وإنما أيضا صهاينة العرب ولعصم السيسي وبن سلمان وبن زايد خاصة وعباس والملك الأردني هؤلاء جميعا كانوا تحت لكن لم يكن الحاكم هناك مستبد وطاغية فإذا بالشعب يستطيع أن يقاوم المقاومة تحتاج إلى مكان إلى نفس إلى هوى حرية حتى تستطيع أن تقاوم فهو قالها بصرح العبارة قال أن في المنطقة عموما وفي سعودية خصوصا لا يريدون أن يسمعوا على شيء أسم المقاومة الفلسطينية ما فيش ويضيف هو في هذا في كلام ويقول لك وسيبنون غزة ولكن بدون إيجاد حتى بايدن يقوله بايدن في خطابه اليوم قال لك وأن هناك دول عربية مستعدة لبناء ويعادة تعمير غزة بدون وجود ما يسمى بهذه الحركات فهو ههو ههو علاش الشعوب عندما تحكم بالاستبداد تدمر الأوطان تدمر العقول تدمر النفوس أنا متأكد نصرهم يسمعوا فيها في بلداننا وأخص بالذكر الجزائر والناس راه معنوياتها محبطة أغلبيتهم معنوياتهم ديموراليزي كما نقوله راههم ديموراليزي راه قلق راه زعفان راه محبط راه منزعج وقد لا يفهم هو قد ينظرها لأنه ابنه ملقاش خدمة أو بنته ما تزوجتش أو مش قادر يدير عطلة الأولاده أو مش قادر يشري كبش تع العيد أو والبعض فاهم أن هذا نتيجة لوجود عصابات تتحكم في البلاد تنهى بالبلاد تخرب البلاد تضعف البلاد والبعض مش فاهم لا يعرف علاش علاش يعيش حالة الميزيريا هذه علاش يعيش حياة حياة مرة ومريرة لماذا طغيان فساد نهب خضوع قبل أن نهني هذا الحديث أحد الأفاضل ناقشني وقال لي بعث لي وكثيرا ما يرسلني لكن لا أجد دائما الوقت لنرد عليه فأعتذر له وأعتذر لكل إخواني لكن بعث لي قال لي أنك عندما تحدثت عن فرنسا ووجهت لها انتقادات شديدة فهذا أهل تريد الناس أن يذهبوا إلى بوتين فأردت له باختصار قلت له ولماذا علينا أن نختار ما بين لا بيس والكوليرا حتى كتبتها لبالفرنسا ويا ليشنا علينا أن نختار ما بين طاعون والكوليرا فعاود رجع لي وقال لي أن الثورة الجزائرية كان لها كثير من الأنصار في كثير من الدول نعم هذه حقيقة وهنا نرد عليه الآن مباشرة هذه حقيقة الثورة الجزائرية كانت تدعمها كثير من الدول سواء أخواننا جيراننا المغرب تونس ليبيا دعم تونس والمغرب استثنائي ليبيا أيضا مصر كل الدول العربية كثير من دول مسلمة كثير من دول الكتلة الشرقية نعم لماذا؟ لأن الثورة الجزائرية كانت ضد كتلة الكتلة الاستعمار الرأسمالي ضد الكتلة الرأسمالية الاستعمارية الغربية فكل اللي عادي الغرب وعلى رأسهم يومها الاتحاد السوفيتي والصين ويوغوزلافيا وبلدان أخرى أو إخواننا اللي يشتركوا معنا في الدين وفي أشياء أخرى في اللغة وفي أشياء أخرى ساندونا لكن انت اليوم ما تسمعش تبون يقول باللي علاقاتنا ممتازة مع أمريكا ومع الصين هايلا ومع روسيا ممتازة ومع فرنسا جيدة ومع الغرب هايلا معناش مشكل على يدفع الجزية هذه الدول الكبرى لا تريد للشعب الجزائري أن يتحرم الطغيان عندما تحرر أهل غزة من الاستبداد وهم 365 كم مساحة الجزائر أكبر منهم بأكثر من 3000 مرة وين 3000 مرة 6000 مرة 7000 مرة مساحة الجزائر أكبر من غزة شوفوا كيف يواجهون كيف يواجهون الاحتلال وكيف يواجهون دولة في حجم إسرائيل المدعومة غربين وأمريكيا فالدول الكبرى وحتى الدول الصغرى لا تريد للشعب الجزائري أن يتحرر الجزائر رحي عاشر مساحة في العالم رحي في قلب العالم رحي عين قزام أقرب إلى 16 عاصمة إفريقية منها إلى الجزائر العاصمة والشمال الجزائري رحو قريب من أوروبا إلى درجة أنه أقل من 200 كم في اتجاه إيطاليا وأقل من كم في اتجاه إسبانيا وملايين الجزائري المتواجدين في الخارج يعرفون أن هذا عملاق مقيد يجب أن يبقى مقيدا من طرف العصابات التي تزعم الوطنية وتدعيها وهي تفعل كل وعكس كل ما هو وطني وكل ما هو في مصرحة شعب في الأفعال أما في الأقوال فتستطيع أن تستمع إلى كثير من المخازي والمزاعم والأكذيب وأنتم تعرفون أنه يتنفسون أكثر أو يكذبون أكثر ما يتنفسون إذن اليوم ولذلك الحراك لم تدعمه أي دولة ولن تدعمه أي دولة لأن باختصار بسيط الحراك كان عنده مشروع تحرير البلاد تحرير العباد تحرير العقول نشر الكرامة زرع الكرامة من جديد زرع القيم كان عنده هذه الفكرة طيب لا تنظر ليش إلى واحد هنا أو ثنين أو ثلاث أو عشر أو حتى مئة أو ألف كانوا في الحراك وما تصرفوش مليح هذا شيء آخر لأن الشعوب في نهاية المطاف عندما تتحرر تستطيع أن تسيغ مشاريعها وبطريقتها يعني عموما سنعود لهذه المواضيع كل ما كان في ذلك أخت مع ذلك أشكر كل إخواني اللي يرسلوني سواء اللي يرد عليهم أو يرد عليهم مساعد أو ما يردوش عليهم فأنا أعتذر لكم جميعا لأنني للأسف لا أستطيع أن أرد على كل إخواني خاصة أن هناك أكثر من عشر وسائط تصلني فيها الرسائل إضافة إلى الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والواتساب وتعرفونتم وغيرها في ملف مع هذا الملف ليس بعيدا عنه وقد أحدث ضجة كبرى في فرنسا وخارج فرنسا فرنسا وفي المغرب أساسا وهذا الملف موسيقى 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 ما بردانا ولكن لدينا الإسرائيل وسط مره مره والمارك بالنسان إنها قناة تابعة لتفا وتفا هي قناة تابعة وبويغ هذه لمن لا يعرفها هي شركة فرنسية ضخمة وضخمة جدا أسسات من طرف فرنسيس بويغ قبل أكثر من سبعين عام بالضبط في 1952 وهي شركة تشتغل في تسعين بلدا في العالم تشتغل تسيطر على مجالات إعلامية هائلة ولكنها تشتغل أيضا في البناء مشهورة جدا لازلت أتذكر كانوا بناه قبل حوالي 40 سنة أو ما يقارب ذلك ممكن 35 سنة مستشفى في العواط كانوا يسمى مستشفى بويغ حتى يعني أول مرة سمعتنا كلمة بويغ سمعتها قبل 40 سنة تقريبا عندما بناه مستشفى كان مستشفى جميل يسمى مستشفى بويغ وبويغ هذه بالمناسبة يعني وما زالت مسيطرة عليها أسرة بويغ وإن كان مات طبعا لأسسها وما زالت الأسرة مسيطرة عليها أساسا وإن كانت موجودة في البرصة العالمية تخيلوا مثلا أن دخلها في 2020 شركة بويغ الفرنسية هذه دخلها في 2020 كان أكثر من دخل الجزائر كدولة كاملة دخلها كان 37 مليار دولار مبلغ ضخم أنا ذاك الجزائر خاصة في كانت الكورونا نظن كان في حدود 30 مليار أو أقل حتى أو 38 مليار أو في هذا الحدود كانت هذه شركة واحدة هذه الشركة كما قلنات عندها تيفا تيفا واحدة من أشهر القنوات وعندها أليسي أليسي هذه أيضا قناة شهيرة قناة إختارية استضافت إذن هذا المجرم نتنياه فكان هناك غضب أولا كان هناك غضب من الناس من الفرنسيين وغير الفرنسيين المقيمين هناك فكان فيه احتجاجات وغضب مثلا خلينا نوري لكم قبل قليل فقط كانت الناس يحاصروا في مقر سعفاء وكانت احتجاجات عارمة هذه المظاهرات مظاهرات ضد تيفا وهنا نقدرون نسمعوا متحدث يحكي وش ساير طرق المؤدية إلى مقر قناة تيفا التي استضافت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياه كلها أغلقت مثل هذا الطريق المؤدي إلى البناية وأيضا تم إغلاق الطرق الأخرى المؤدية لمقر هذه المحطة تليفزيونية من الجهات الأربعة الأخرى هنا في باريس فالإعلان عن استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياه أغضب جزءا مهما من الرأي العام الفرنسي وأضيفا من الطبقة السياسية فهؤلاء يعتبرون ظهور نتنياه على قناة تيفا الخاصة ترويجا للإبادة مبادرة تيفا إحدى أكبر القنوات الفرنسية أغضبت الكثير من مؤيد فلسطين المحتجون وأغلبهم من الطلبة توزعوا على ثلاث مسيرات لكن قوات الأمن أجبرتهم على التجمع في مكان واحد كرروا محاولة الاقتراض من مقر البرج الذي يؤوي القناة التليفزيونية وفروعها كانت احتجاجات عارمة واحتجاجات كبيرة وأعتقد أنها ستكبر على كل حال والحقيقة كانت احتجاجات هذه على الأرض ولكن كانت أيضا كتابات من كثيرين من الفرنسيين أو من الذين يقومون في فرنسا واحتجوا على هذا استدعاء وأعطاء لهذا المجرم لأنه سيتحدث في أكذيب أكذيب كبرى سيتحدث سيتحدث في الإسلام سيتحدث على ما سمها الحضارة اليهودية المسيحية وأن المسيحين واليهود عاشوا دائما في سلام وفي كذبة كبرى على التاريخ فتقريبا كل المجازر كل ما حدث لليهود بغض النظر عن أسبابه أو المتسبب فيه لكن تقريبا كل ما حدث لليهود من كوارث أقدم عليها مسيحيون تاريخيا هذا معروف من أيام من أيام صلب بعد صلب سيدنا عيسى منذ ذلك التاريخ توهم اليهود بأنهم هم الذين صلبوا أو على الأقل أو شو به للرومان الذين قاموا بصلبه طبعا هناك أكثر من أكثر من أكثر من رواية في الموضوع لكن في نهاية المطاف منذ ذلك التاريخ والمسيحيين يتهمون فقط قبل 40 سنة اللي خرجت خرج الفاتيكان وقال لا اليهود بريئين من دم المسيح ولأنهم كانوا يتهمون بأنهم قتلوا سيدنا عيسى ونحن نعرف أنه لم يقتلوه إنما شبه لهم وأنه رفع إلى السماء إلى درجة أن اليهود كانوا دائما ما يناظرون المسيحيين الذين يتهمونهم بقتل سيدنا عيسى يقولوا مسألوا المسلمون لهم قد جاءهم كتابا بعد ويبرئنا من قتل من قتل من قتل نبيكم من قتل ابن الرب كما تسمونه طبعا المسيحيين كما تعرفون يتحدثون عن الأب والابن وروح القدس فتاريخيا المجازر القتل الكوارث الجتوات الضغوطات كانت من طرف مسيحيين سواء كانوا مسيحيين يؤمنون بالمسيحية أو يتلحفون بها أو مداخلة كما نحن المداخلة أو حكام أو بغض النظر فهو رح يتحدث في هذه التعفان باللي على التعاون والحضارة اليهودية المسيحية وتحدث أيضا فيها في هذا اللقاء على كيف يواجهون شوفوا وش عندكم الضواحي وراح يشيطن في المسلمين أو في الإسلام بشكل فضيع كاذب تبنى طروحات اليمين المتطرف بالرغم أن اليمين المتطرف يعادل يهود أيضا وهو معادل السامية تحدث على أن المسلمين معادل السامية وهذا ليس صحيح معادل السامية ظهرت في الغرب ظهرت في أوروبا والمسلمين لا يمكوا أن يكونوا معادل السامية لأسباب متعددة إذا كانوا عرب فهم ساميون وإذا لم يكنوا عرب فإن دينهم إذا كانوا مسلمين بحق فإن دينهم يحرم عليهم أن ينظروا للناس بسبب لونهم أو شكلهم أو لغتهم أو جنسهم يرفض ذلك الإسلام ينظر إلى الآخر ويطالب المسلم أن يأخذ منه موقف إذا ما كان ظالما أو مظلوما بغض النظر على دينه على شكله على لونه على أي شيء آخر طبعاً طبعاً هناك قضية التوحيد لكن قضية التوحيد لا تعطي لك الحق أن تقتل الناس أو 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 إنما القضية في الظلم ولذلك يقول رب العزة لا ينهاكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم يعني بالنسبة للمسلم عنده طريقة واضحة هو أنه حينما يخرج من دياره وطنه أو يقاتل في عقيدته لا يسمح له بأن يقوم بعقيدته ويراد أن يخرج عن عقيدته هنا المسلم يجب أن يرد ودون دخول في التفاصيل هذه تاريخياً وهذا معروف عن المؤرخين اليهود والمسيحيين والعالمين والملحدين أن الاضطهاد الاضطهاد اليهود كان في أوروبا أساساً ولم يكن في مكان آخر وعندما كان جزء من أوروبا هذه مسلمة كان اليهود فيها لهم كل الحقوق وبعضهم وصل إلى رتبة وزراء ومستشارين وأثرياء وهي الأندلس وعندما هاربوا مع المسلمين من لم يقتل منهم مثل لأن نقتل كثير من المسلمين وبعض اليهود في الأندلس الذين هاربوا إلى شمال إفريقيا سواء المغرب أو الجزائر أو تونس بشكل خاص كان لهم نفس الحقوق مع أهل البلاد تقريباً على استثناءات قليلة إذن كان يكذب ويكذب بشدة وتحدث بعنصرية نتنياهو هذا في مضمون الحديث لكن صار شيء آخر في المضمون أيضاً وهو يوري في الخريطة اللي كان يتحدث فيها ويقول أنه انظروا إلى إسرائيل إنها قطرة صغيرة لا تكاد تظهر أظهر الخريطة إذا تقدروا تشوفوها لكن بالتأكيد كثير منكم يكونوا تابعوها وهنا يدخل الموضوع المغرب لأنه أظهر الخريطة وأن المغرب بدون الصحراء الغربية ومفصولة بلون لأنه دار الخريطة كلها على أساس أنها المنطقة العربية كانت كلها خضراء والصحراء الغربية كانت بيضاء هل نشوف كيف كانت بالضبط كانت نظن بلون أبيض حتى موريطانيا كانت بلون أخضر إنما الجزء اللي هو الصحراء الغربية كان بلون أبيض فكان هذه هذه ليست أول مرة في الحقيقة لكن كان هذه المرة أحدث غضب رهيب في المغرب وتوزعت الأراء في المغرب بين من يراه أنه قام بيها عن قصد لأنها ليست أول مرة قالوا على الأقل هذه ثاني مرة وبعض قالوا هذه ثالث مرة بعد 7 أكتوبر أيضا ضن كنورة والخريطة وبنفس الطريق طبعا ما اكتبوا فيما بعد عندما احتج المغاربة وشافوا الاحتجاجات خاصة على موقع تواصل الاجتماعي وبالتأكيد على الطرق الرسمية تكون أيضا قد احتجوا قالوا لا وأنه رئيس الوزراء لم يقصد هذه طبعا كذبة هذه رئيس الوزراء لم يقصد أنا نتنياهو لم يقصد لأنها أولا ليست أول مرة ثانيا هو راه جاي يتكلم على ما سماه هناك وجايبه بالأخضر بالعالم العربي واللون يعني لكون كانت ألوان متعددة لو كان واحد قال والله ايه صحيح في ألوان متعددة وما بنت لهش الصورة أو كان دارها أيضا كما تديرها الأمم المتحدة الأمم المتحدة تديرها بطريقة من أن بالنسبة الأمم المتحدة هذه ليست تابعة للمغرب وليست منفصلة تماما بمعنى أنه فيه خصومة فيه صراع فيه انتنازع فيه سميه ما شئ هذه في خرائط الأمم المتحدة لكن هو كان في صلحة تماما فطبعا هذه أثرت في المغرب وطبعا قضية السحراء الغربية هي قضية حاسمة وحساسة جدا في المغرب ومفهوم بالنسبة للمغاربة حتى وإن كان قد يحدث حولها نقاش في بعض النقاط لكن مفهوم ونضع هذا جانبا المهم المغاربة كان هناك غضب شديد طبعا كان اللي عندهم موقف من التطبيع وقالوا هاو جيبكم التطبيع هاو قلتونا بأن التطبيع أساسا باش ندافع على الصحراء المغربية هاو الآن هذا اللي قال الكمراني ما أعترف بالصحراء أنها صحراء مغربية هاو للمرة الثانية أو الثالثة يظهرها بهذه الطريقة وأنه في الحقيقة ما هوش سياسي جديد أو شاب أو ما يعرفش هذه هذره عمره أكثر من سبعين سنة ويعرف هذه الأمور ويقوم بكثير من الخبث والخداع والمكر ومعروف عليه نتنياهو يعني مش سهل خب دب على قول وصف أحد قبل فترة فكان هناك غضب بين الذين يكرهون التطبيع أصلا وأيضا بين آخرين مغاربة كانوا اعتقدوا بأن التفسير الرسمي الذي قيل لهم للتطبيع من أن إسرائيل ستساعدنا على استرجاع الصحراء كاملة وأن هذا سيدعمنا في الغرب وإلى آخر قالوا ما يعني في الدورة وبالرغم أن الموقف في المغرب الرسمي ما هوش مزعش لهذا الكياب دول مطبعة كلها مش مزعجة في الحقيقة المطبع وغير المطبع مش مزعش ما تشوف ليش التعريج اللي راي ديروا جماعة العصابات عندنا باللي مش مزعج لإسرائيل لأن كل ما يجووا يتكلموا على فلسطين في الضفة في الأمم المتحدة يروحوا عندهم يا إما مناورة عسكرية مع الأمريكان يا إما يستقبلوا جنرالات أمريكية يا إما يوقعوا مع شركات أمريكية بعث لي أحد الأفاضل أيضا قال لي أستاذ شركة سونتراك وهي أكبر شركة شركة وطنية قامت ببرام اتفاقية مع العملاق الأمريكي أكسون موبيل وإنشاء قواعد استخراج بترول والغاز في حسر مل إلى آخره ولما بحثت أن هذه الشركة وجدت أن لديها موقف داعم للصهاينة وأنها هاجمت الطلاب الأمريكيين الذين يقومون بمظاهرات داخل الجامعات الأمريكية واعتبر مسؤولي هؤلاء الطلاب بأنهم غير مرغوب فيهم ولن يوقفوا التعاون مع الكيان الإسرائيلي طبعا ما هي العصابة اللي عندنا كل ما تظهر في شيء علني على أساس أنها مع القضية الفلسطينية لازم تدير تنازل في السر وفي العلن أحيانا لكبار الصهارين سواء كانوا في تل أبيب أو في نيويورك أو في واشنطن أو في باريز أو في غيرها يكذب عليك ليقول لك غير ذلك المهم باش نرجعوا للقضية فكان هناك غضب من كثير من المغاربة عن حق قالوا لهم هذا قلت لنا بليره معنا وبررت لنا التطبيع بأنه باش يساعدنا وباش حتى نواجه العصابات اللي في الجزائر إلى آخر ها هو عالنا وليس المرة الأولى يقوم بذلك قناعتي لماذا قام بذلك هناك في رأي يبقى رأي على الأقل ثلاث أسباب السبب الأول هو ومنزعجين من المظاهرات الشعبية التي لم تتوقف أبداً في المغرب تقريباً منذ اليوم الأول التوحش الصهيوني وهي مظاهرات امتدت للمدن وللقرى أحياناً وللمقاطعة وللاحتجاجات وللندوات ولي بشكل أزعج الصهاينة بشكل رهيب وأزعج مناصريهم داخل المغرب سواء كانوا يهوداً أو غير يهود فكان هذا رد من أن لن نسمح لكم بأن تتحدثوا على التطبيع في حين أن شعبكم وأنتم تسمحون لشعبكم أن يتظاهر ويحتج وبينما لا تقوم دول غير مطبعة بذلك السبب الثاني في اعتقادي هو أنه يريد تنازلات أكثر من النظام الرسمي في المغرب نظام الرسمي لم يقطع العلاقات قالوا من أن السفراء تم سحبهم قالوا أن إسرائيل استدعت كل السفراء التي في الدول المسلمة منذ تقريباً أكتوبر أو نوفم لكن النظام المغربي لم يقطع العلاقات لم نسمع أن هناك خلاف هم لا لا هو مش حابك تكون في خلاف هو يريدك أن تكون شبيه بالإمارات أن تكون شبيه بالسيسي ما قدم النظام المغربي من تنازلات وفق أنه يقدم تنازلات ويحصل على على مكتسبات بالنسبة لنتنياهو هذا غير مقبول يجب أن تكون معي وربما ربما لأنه كان ذكر اسم المغرب من بين الدول الأربعة التي ستدير غزة ربما رفض النظام أنا لم أرى رفضاً رسمياً لكن قريت في بعض الجرائد أو المواقع لتعبر بشكل أو بآخر على النظام المغربي قالوا بأن المغرب غير معني بموضوع غزة وأنه لن يدخل فيها ربما هذا الذي أزعل نتنياهو أيضاً في حين أن الإمارات والسيسي والبحرين واحتمال كبير السعودية متحمسين للموضوع الأمر الثالث هؤلاء دائماً يريدون نتنياهو لما راح من هنا تخيل بريطانيا بريطانيا هي التي صنعت هذا الكيان وعد بيلفور المناسبة بيلفور هذا كان أنتي سيميت كان معادل السامية وكان وزير خارجية قبل كان رئيس وزراء في بداية القرن ثم أصبح وزير خارجية وهو الذي أعلن ومرجح كثيرين يعتبرون أن وعده ليعطاءهم فلسطين أو جزء من فلسطين كان لأنه يريد أن يتخلص منهم من أوروبا وخاصة بريطانيا إذن بريطانيا التي صنعت هذا الكيان وساعدته وقدمت له خدمات كبيرة جدا خاصة قبل أن تظهر الولايات المتحدة كإمبراطورية كبرى بعد الحرب العالمية الثانية عندما ذهب رئيس الوزراء سوناك ليرأس هذه البلاد ذهب بعد 7 أكتور يليت للمساعد عنده المقطع يبعثوا لي جاي سلم على نتنياهو وكما تعرفوا السوناك هو من أصول هندية جاي سلم على نتنياهو رفض يسلم عليه يحسناك مدل وجهه لتقبيله يعني رفض دلو هاك بعده لأنه في مفهوم بعض الجماعات اليهودية أن الهنود لا يجوز يعني أن عندهم قذارة طبعا هذه عنصرية رهيبة بشر هما بشر ويتساوون البشر إنما الذي يتفرقون فيها هي سلوكاتهم ومواقفهم فكان موقفه أنه لم يسلم ليه وكانت أنا ذاك عملت ذرجة حتى في بريطانيا كان اللي كتبوا عليها قالوا لماذا رفض تقبيل رئيس وزارة بريطانيا تكلم على رئيس وزارة بريطانيا ليس على رئيس وزارة رواندا أو الصومال أو ما اخترامنا لكل هذه البلدان وليس هذه الشعوب يعني هناك عنصرية متجذرة عميقة بأنهم هم الشعب المفضل أنهم البابليلي أنهم هم اللي اختارهم الرب وهذا الاختيار سيبقى إلى يوم القيامة أن الآخرين أغيار كما عاد للتذكير المجرم بنغفير قبل حوالي عشرة أيام أميين أمميين غويون أو غويون إذن هذه نظرتهم من حين لآخر يريد أن يذكرك أنك حتى أنت في تواصل معه وفي علاقات معه لكن أنت في درجة دنيا أعتقد أن إخواننا المغاربة غضبهم كان صحيحا وكان مهما وكان مناسبا وأن هذا الموقف ربما يخلي بعض الناس لتحمسوا لما يسمى بتطبيع سواء كانوا رسميين أو غير رسميين أو شعبيين أو عاديين أن يفهموا أن هذا كيان استعلائي يعلو على الآخرين يتكبر على الآخرين ينظر للآخرين أنهم أقزام ينظر للآخرين أنهم جهال ينظر للآخرين أنهم أغيار ينظر للآخرين أنهم أميين إجمالا خاصة عند المتدينين منهم اللي الدينوا بتدين التوراة المحرفة وليس كل المتدينين اللي كثيرين منهم عندهم منظور إنسان طرحت أنا بحث في منذ 11-7 أكتوبر رحت نشوف لأن شفتهم أكثر من مرة يستندون إلى التوراة فبحثت وتعمقت شوي وجدت أشياء كارثية عندهم واحدة كلمة تستخدم في التوراة خيرم هذه كلمة خيرم هذه أو الخريم اللي هي تكتب حريم لكن تنطق بالخاهم مع النمش الحا تعني الإبادة تعني التدمير لكل آخرين طبعا هذه في توراة المزورة لأن ننزه التوراة اللي هي نزلة عند رب العزة أن تكون فيها دعوة لإبادة الآخرين ولقتلهم ولي بدون سبب بل أن لدينا آية كريمة تتحدث قبل 14 قرن وأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هذه الآية ربي قالنا لمن قال هذا جزء من الآية الجزء الأول فيها أو قبلها وش تقول تقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا في الحقيقة الطورات التي لم تزيف تؤكد أن قتل نفس واحدة عندهم هم أيضا وبالمناسبة هذا أيضا شريعتنا قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنه قتل الناس جميعا ولذلك المتخصصين في القانون وفي قضية الإبادة قالوا أن في الإسلام الإبادة تبدأ بقتل شخص واحد مظلوم شخص واحد مظلوم يقتل تعتبر إبادة والآية واضحة ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إذن انزعاج إخوانا المغاربة واللي مرة أخرى وحييهم من هنا على مواقفهم الرائعة جدا بعد سبع أكتوبر في وقوفهم مع غزة ضد التوحش الصهيوني واللي يستمر وما زال مستمرا وفي أكثرية المدن وفي فعاليات متعددة محقين أن يغضبوا وأن يذهبوا أكثر في الغضب لأن هذا الكيان في الحقيقة كل علاقاته مع الآخر هو لخدمته وليس لخدمة الآخر أو التعاون مع الآخر لا يعترفون بهذا لا يعتقدون في هذا في موضوع آخر قلب العالم أمس أتمنى أنه يكفيني الوقت باش نحكي على مازال الموضوع أخرى نحاول نختصر إذن موضوع قلب العالم حقا هو هذا الموضوع هذا الرئيس الوزراء البريطاني انظر كيف انظر كيف لا رأيكم تشوفوا فيها إلى درجة أن الوزير الأول ملامحه وكلها كانت تعبر على الاستغراب كيف لا تسلم بينما سلم على ماكرون وسلم على بايدن وسلم على الأوروبيين طبعا نتنيهو أوروبي أغلبية هذو يسمون الإسرائيليين الأشكناز يهود الأشكناز هم أوروبيين لديهم علاقة هم أصلا ليسوا ساميين مهم ساميين صحي يستخدموها السامية تتعلق بأولئك الذين وجدوا السامية الأوروبيين ليسوا ساميين الأوروبيين حاميين سيدنا نوح كان عنده سيدنا آدم كان عنده سام وحام فطبعا جات من أنساء الحام ومن أنساء السام فهم الأوروبيين ليسوا ساميين الساميين هم العبرانيين العبرانيين والعبرانيين طبعا هم يهود لكن ليس كل يهود أو على الأقل يهود الأوائل والعرب والأرم اللي كانوا آنذاك في المديانيين وغيرهم يعني مجموعاتنا الشعوب لكن كانت صادمة وكانت تحدث عليها أعتقد حتى الإعلام البريطاني هنا كيف أن نتنياهو رفض أن يقوم بتقبيل على وجه الرئيس الوزراء طاعا بريطانيا تبقى بريطانيا خمس دولة في العالم اقتصاديا مهما كان حتى وإن كان خف نفوذها أو قل نفوذها تبقى من الدول الكبرى في العالم قلت الموضوع الآخر الذي أحدث قلقا كبيرا هو هذا نتحول الآن إلى نيويوك لمتابعة مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي السابق دونالد تروب بشأن التهم التي وجهت إليه لا أدري إن كان البعض يعرف أي شيء ولكنه الرئيس إذن ينبغي استخدام اسمه وهذا يقوم به واشنطن ولا أحد أرأى مثل هذا لدينا إذن قاض مثير للجدل ولا أحد يريد أن يكتب عن ذلك وأنا لست مصوحة بالتحدث وإن فعلته فسيضعني في السجن إذن تلعبوا هذه اللعبة من الأطول لكن أنكم يمكنكم أن تتحدثوا بالنسبة للمحاكمة نفسها لم تكن عادلة لا يسمح لنا باستخدام خبرائي الانتخابات لدينا أرأيتم ماذا حدث على كل إن كان دار ندوة صحفية فيها 38 دقيقة كانت اليوم وشلنا هجوما عنيفا بدأ في الأول كان شوية لكن حتى في البداية يقول هذا بايدن هو الذي يضطهدني وأنا لا أعرف إذا كان عارف لأنه دايما يتهم بأنه خرف وأنه فاقد الأهلية وأنه لا يسلح أن يكون رئيس إلى آخره في النهاية هو شيء يقول يقول بأن الحكم الذي صدر ضدي والقضية باش ربما الناس ليس متابعين قلنا نلخصها لكم بسرعة هناك أكثر من 80 84 أعتقد 84 قضية متهم بها ترامب هذه الأ 84 قضية مقسومة على أربع ملفات الملف الأول وهو ملف غير فيدرالي يقع في دولة نيويورك ولاية نيويورك هو ملف يتعلق بإعطاء ما يسمى بالهاش ماني لقدمت أموال قدمت لممثلة إباحيات تقول أنه كان على علاقة شرعية معها وأنه لكي يضمن سكوتها باش ما تفضحوش في انتخابات 2016 قدم لها مالا كثيرا باش يقدم لهذاك المال كاللازم يتلاعب لأن المال اللي يقدمونها منين يجيبوه الكاش منين يجيبوه هم ما عندهمش الكاش ممكن الكاش خمسمائة دولار ولا ألف دولار ولا ألفين دولار لكن الأمور الأخرى لازم لك تجيبها فقدم لها مال كثير لا تذكر الرقم اللي يقدمونها لكن مال كثير فباش يقدم لها ذلك المال كان لازم يتلاعب في وثائق الشركات انتعوا ايدها الشركة يديرها خسرت منش على خمسين ألف دولار الأخرى يديرها ضع لها ثلاثين ألف دولار هنا ضيع سبع ألف دولار جمع المبلغ جمع المبلغ وقدموا لها عن طريق المحامين والمحامين تاوراه مسجون اليوم وراه ضده وهو يهودي وكان من أشد أنصار لكن اليوم راه ضده فنيويورك أين توجد المقر الشركات الأساسية ترامب بحثوا في ملفاتهم وجدوه من أن المال هذا تلاعب فيه يعني هذا المال تعهيتها الشركات والشركات قد تدفع منه الضرائب إلى آخره وهو أخذ بطريقة ملتوية في ربعة وثلاثين جريمة في ربعة وثلاثين احتيال وقدموا لهذه السيدة وربما أخذها هو أيضا أجزاء أخرى إلى آخرها فأصبحت هناك قضية ما يعرف بالحش هذه القضية اللي هي في دولة نيويورك أو ولاية نيويورك وظل هذا الموضوع عنده عدة سنوات إلى أن جمع المدعي العام مستطاع أن يجمع الأدلة والشهود والمحلفين إلى آخره لأن هموم القاضي في القضايا الجنائية هذا في النظام الأنجلوسكسوني لا يحكم القاضي إلا بالمحلفين فرحوا جابوا المحلفين والمحلفين أمس أخيرا تفقوا المحلفين ووافقوا جميعهم على الأربعة وثلاثين جريمة أنه ارتكب أربعة وثلاثين جريمة وأدانوه فنحن إذن لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة أن يكون رئيس سابق مدان فهو الآن مدان صحيح لم يصدر ضد الحكم لأنه وش يسرى بعد أن تتم إيدانته من طرف المحلفين القاضي يأخذ بضعة أسابيع الآن رغم يتكلموا على يوم سبعة جويلة أحداش أحداش جويلة القاضي يعني في خلال خمسة أسابيع وشوية سيصدر قاضي الحكم عليه الحكم قد يكون حكم بالسجن وقد يكون حكم بالسجن ولكن بدون إيداع وبغارمات وبأشياء كثيرة بغض النظر مهما كان الحكم فهو الآن مدان جنائي لكن إذا سدر الحكم بالسجن فهذه كارثة بنسبة لترامب لأنه قد يسجن طاعن ترامب عنده حق الاستئناف وبالتالي لن يسجن قبل أن يصبح رئيس لماذا نقوله قبل أن يصبح رئيس لأنه كان تجرى الانتخابات كونجرات الانتخابات أمس قبل الإعلان على الاتهام ترامب متفوق بست نقاط على بايدن طبعا مرشحين اثنين هما بايدن وترامب بست نقاط يعني ترامب عنده احتمال كبير جدا أن يصبح مرة أخرى رئيس الولايات المتحدة هو وعنصاره يقولون أنه كل هذه القضايا لأنه ما زال كان قضايا أخرى ثلاث قضايا أخرى فيها أكثر من أو فيها خمسين قضية جنائية لكن ما تهمناش الآن مش هنتكلم عليها نشير لها فقط يقولون أن هذه التهم مفبركة وأنه قضاء متحييس قضاء تليفون هو صراحة يقول بلي هذا قضاء تليفون هذا قضاء تليفون بايدن واللي معاه الإدارة الأمريكية وما اللي اعطاه تعليمات للقاضي وهو لا يعترف بأنه مذنب إلى آخره وقال أنا لست مذنبا وأنا نظيفا ومتخلقا وإلى آخره الحقيقة هو عكس ما يقول على كل حل فقد يصدر عليه حكم بالسجن هو عنده حق الاستئناف ربما يصبح رئيس وربما يجي الاستئناف ما بعد ويجي بالسجن فماذا الذي سيحدث يدخله للسجن هو رئيس هذا غير مسبوق في التاريخ الأمريكي ولا في أي بلد آخر لماذا؟ لأن في أمريكا إذا كنت مدانا جنائيا حتى إذا كنت مسجونا يمكنك الترشح للرئاسة ويمكنك أن تصبح رئيسا من داخل السجن هذا هو النظام الأمريكي يبدو لكم غريبا لكن هذا هو النظام الأمريكي طبعا النظام الأمريكي ونظام ديمقراطي فيه كثير من الخلل خاصة الأمريكي فيه كثير من الخلل لكن هذا هو النظام الأمريكي هما بنية على أساس من أنه إذا الشعب اختار واحد في السجن فليكن من حق الشعب أن يختار حتى واحد في السجن المهم تكون عنده النفس تدخل وتخرج واحد مريض يقول لك شعب شعب اختار خلاص خليه لكن المشكلة التي تزيد بما أن هذه الجرائم هذه الأربعة وثلاثين جريمة ليست جرائم فيديرالية فهو لا يستطيع أن يعفو عن نفسه إذا ما أصبح رئيسا هذه جريمة محلية تابعا نيويورك فمما يعقد الموضوع لكن تعقيدات الموضوع ما هوش فقط في قضية الانتخابات والرئاسة إلى آخر تعقيدات الموضوع تأتي من أن هذه القضية عمقت الاستقطاب عمقت الخصومات عمقت الصراعات منذ أن بدأت وأمس زادت الأمور خلينا نقرأ لكم بعض التعليق مجتمع الأمريكي منقسم منقسم في عدة اتجاهات أكبر انقسام هو بين ما يعرف بالمحافظين وهؤلاء المحافظين طوائف متعددة والليبراليين اللي هم أيضا طوائف وإن كانوا أقل تعددا إذن كان هذا الانقسام لهو المحافظين والليبراليين الجمهوريين والديمقراطيين يعني الليبراليين يعبر عليهم أساسا ديمقراطيين والمحافظين يعبر عليهم أساس الجمهوريين كان جمهوريين ليبيراليين وكان ديمقراطيين محافظين لكن هذا استثناءات وكان قسامات أخرى أيضا البيض اللي في الغالب هم جمهوريين أغلبية العظمى من الجمهوريين هم بيض ممكن يتجاوزون 90% أو 85% والديمقراطيين اللي فيهم البيض أكيد ولكن فيهم الأفارقة اللي من أصول إفريقية إخواننا السود فيهم اللاتينوس اللي هم جايين من مكسيك ومن دول أمريكا الجنوبية اللي يسموهم اللاتينوس في الغالب فيهم المسلمين فيهم الهنود فيهم الصينين أي الأجانب أو اللي من أصول أجنبية أو اللي من أصول غير بيضاء في الغالب يميلون الديمقراطيين ليس كلهم لكن في الغالب هذا بلغ انقسامات لكن ليس هذه انقسامات فقط منقسمين حول الإجهاض الديمقراطيين وأنصارهم مع الإجهاض الجمهوريين ضد الإجهاض أو المحافظين منقسمين في قضية السلاح الجمهوريين مع السلاح وحمل السلاح وعدم للأفرادة وعدم تقنين وتوسيعه إلى آخره الديمقراطيين يريدون تقنين السلاح ليس منعه لكن تقنينه لعند حدث عندنا كثير من المجازل منقسمين في بعض القضايا الأخلاقية منقسمين في موضوع ترانسجندرز وحتى في موضوع ما يسمى مجتمع الميم محافظين يتجهون إلى رفضه الديمقراطيين يتجهون إلى تدعيمه ونشره وقضايا أخرى منقسمين في قضية الهجرة منقسمين في قضية الإسلام الديمقراطيين في الغالب ما عندهمش عداء على الطريقة الفرنسية أو على طريقة الجمهوريين ضد الإسلام والمسلمين جمهوريين عندهم عداء شديد للإسلام وهذا ينبع من كراهيتهم للأجانب عموما ويزيدوا الدين وخاصة أن وجود الصهاين المسيحيين ليس اليهود صهاين المسيحيين اللي هم أشدوا تطرفا أحيانا من الصهاين اليهود والصهاين المسيحيين والجزء الرئيسي منهم يتشكل من الإنجليين هؤلاء أعدادهم أكبر من صهاين التل أبيب أن قضايا شديدة باش نقدروا روحوا للمواضيع الأخرى خلوني نحاول نختصره كانت هناك ردود فعل مثلا بايدن خرج بعد الموضوع قال هذا يثبت أن نظامنا القانوني يعمل وأن رئيس سابق ومرشح للرئاسة يمكن إدانته وذهب بعد من ذلك بايدن قال أن ترامب شكك في نظامنا الانتخابي ولاحقا شكك في نظامنا القضائي ترامب يهاجم القضاء طول الوقت مثلا هذا القاضي اللي جاب المحلفين وحتى قبل أن يصدر عليه الحكم شنى عليه هجوم عنيف وإذا ترامب شنى على واحد هجوم وعطى أسمه تخرج ملايين الهجومات من أنصار ملايين من أنصار ترامب تأخذ الاسم هذا وتبدأ تهاجم فيه ممش ذباب ممنين بترامب هناك حوالي ترامب قالها قبل سنوات والآن ربما رأي أكثر قال كاين 35% من الأمريكي لو كان يشوفوني قتلت شخص في الفيث أفنيو أحد أشهر شوارع في نيويورك لو كان يشوفوني قتلت شخص وشافوني باللي قتلته لن يصدقوا إذا قال لهم الإعلام أن ترامب هو اللي قتلوا لن يصدقوا يعني كاين الناس يمنوا به إلى حد التقديس وهذا غريب جدا في بلاد يقول عن الديمقراطية وأن القضية فيها تقديس وأفكار وترامب قلب لهم كل القضايا فإذا بايدن خرج وقال الآن يمكنكم توقيفه الآن مدان جنائيا يمكن توقيفه الآن بالقضاء الآن مهيش سياسة والله إعلام أو غير ذلك بينما بعض مؤيدي ترامب راحوا لمواقع التواصل عنده هو موقع خاص به أعتقد يسموها أعتقد يسموها سوشال إلا أني إذا ذكرتي جيدة وموقع أخرى وفي تويتر خاصة النشاطهم كبير جدا في تويتر ولكن أيضا في تيك توك وفي غيرها وطالبوا بالثورة على الفاشية التي تحكم يتكلموا على الفاشيست الآن على الفاشيزم والفاشيست التي يحكم واشنطن وأن بايدن وإدارتهم عبارة عن مجموعة فاشية تستخدم القضاء لإضطهاد خصومها وعلى رأسهم ترامب وطالبوا برد عنيف بعض المؤيدين قال يجب استهداف المحلفين هم يعرفون بالاسم الآن بلك المحلفين هذو يبدوا تحت الحماية الـ FBI وتحته لأنهم مهددين بالقتل فيما طالب البعض الآخر بإعدام القاضي القاضي اسمه خوان ميرشم ويبدو أنه من أصول لاتينية لأن كلمة خوان هذه في الغالب هي من أصول إسبانية وذهب آخرين لحد الدعوة إلى حرب أهلية أو تمرد مسلح قال لك على أحد المواقع كتب أحدهم يقول أي شخص من أنصار ترامب ليس لديه ما يخسر وهو من نيويورك فليقوم فليتولى أمر القاضي يعني يقوم بقتله طبعا ليس هؤلاء فقط إنما خرجوا كبار الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري عندما ظهر ترامب قبل حوالي ثمان سنوات في 2015 وبدأ يترشح كانوا الأغلبية دايرينوا جوك دايرينوا نكتة على أساس أنه مش رحي فوت مش رحي ما كثير منهم كانوا يهاجموا فيه لآخر لكن فات مش فات بارك واصبح مرشح واصبح رئيس قبل ما يصبح رئيس بأسابيع كانوا كثير منهم ينفصلون عنه لأنه عنده كلام يعني لم يعهدوه حتى في الحزب الجمهوري لم يعهدوه الكلام اللي يستخدموا ترامب البداء السب الشتم الشعبوية كلمات سوقية مرات بالمناسبة يعني مرات تابون يتعلم عن ترامب يعني بالرغم أنه يستخدم كثير من أمور السوقية هو الآخر يعني قضية نرفض حجرة وتخرج على الصف وأشياء من أمثالها يعني وقرب تشوف إذن هذا وضع استثنائي في الإمبراطورية الإمبراطورية التي تواجه حرب ساخنة في أوكرانيا تتواجه مع الصين في عدة مستويات خاصة حول طايوان وحول جنوب شرق آسيا وحول التجارة وحول الهيمنة أو الصعود الصيني تغرق في أوحال غزة يفتح لها ملف أنا في اعتقادي هو أخطر من كل هذه الملفات وقد تذهب أنا كنت كلمت على هذا منذ سنوات في الحقيقة حتى قبل أن يحدث الهجوم على هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول على مقر الكونغرس قلت أن أمريكا مؤهلة لفوضى عارمة قد تذهب إلى حرب أهلية الآن كثير منهم يتحدث عن الحرب الأهلية في أمريكا إذا حدثت حرب أهلية في أمريكا طبعا ستكون كارثة على أمريكا ولكن أيضا سيكون تأثيراتها رهيبة على العالم يعني أمريكا هي لشدة توازنات توازنات استعمارية استغلالية فيها كثير من الظلم لكن كين توازنات تخيلنا أكبر رأس يختفي أو ينشغل في حرب أهلية العالم ينقلب رأس على عقب هذا موضوع طبعا راح يبقى إلى الانتخابات ومن بعد الانتخابات الانتخابات هي في خمسة نوفمبر يعني باقي من الآن كم باقي أربعة خمسة أشهر وأكيد أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة القلاق الكبرى وتتميز هذه القلاق الكبرى إضافة إلى مشكلة الدولار لعندهم مشاكل أخرى كثيرة جدا لكن تتميز بتحديات خارجية كبرى الروس والصين والتوحش الصهيوني في غزة إضافة إلى بعض القضايا الأخرى وإلى قلاق الكبرى داخل الولايات المتحدة نفسها كنت حاب نتكلم على روسيا لكن نخلوها الغدوة لأنه وإلا ما يسمح ليش الوقت باش نتكلم على الجزائر سنترك ملف روسيا إلى الغد وعلى كل حال ملف روسيا متفاعل وأهم ما فيه وأن القوى الغربية قررت أن تعطي الحق لأوكرانيا بأن تهاجم روسيا داخل روسيا القديمة إذا شئنا والروس رغم يهدوا حتى باستخدام سلاح نووي سنرى هذا الموضوع في الملف الباخلي يسمحوا لي إخواني مرات يقولوا لي ركت تعطي أهمية كبيرة للملفات الخارجية مش لأنه أعطي أهمية كبيرة ما يحدث في غزة رهي أثر على العالم أجمع تأثيراته هائلة ركتوني قللت من الحديث على أوكرانيا على الصين إلا قليلة على السودان وهي قضايا خطيرة ومهمة على منطقة الساحل لأن ما يحدث في غزة هذا رأي يقلب العالم وهذا الكلام ليس من عندي فقط هذا الكلام رأي يقولوا كبار مفكريهم وكبار مؤرخيهم إلى آخرهم شيء بالمناسبة الشيء الغير مسبوك هو أن فرنسا تلغي مشاركة شركات إسرائيلية في معرض دفاعي وهذا المعروف 74 شركات بتاع السلاح إسرائيل هذه من بين الدول التي تبيع كثير من السوال هذا الكيان يبيع كثير من السلاح للعالم خاصة السلاح والتدمير وسلاح الانقلابات 74 شركة سلاح إسرائيلية منعت من معرض كبير جدا في فرنسا والفرنسيين قالوا لأنها لم تقبل وقف اطلاق النار تخيلوا لم تقبل وقف اطلاق النار في غز يعني ماكرون نعرفه صهيونيتو نعرفه اللي معاه ونعرفه لكن التأثير الشعبي الداخلي أثر عليهم كثير وهما رمشين الانتخابات الانتخابات الأوروبية بعد أسبوع من الآن فيريدون أن يربحوا شوية انتخابات وشوية أصوات وهم عارفين باللي المعترضين على التواحش الصهيوني يزداد أعدادهم داخل فرنسا مش يقلون انهم يزدادون شوفوا شيقول المؤرخ الفرنسي هذا وبهذا نختم هذا الموضوع نروحوا الميلة في الجزائري شوفوا شيقول هذا المؤرخ وبهذا المتحدث يفشح بيضي أو صديقه كما قال نتانياو لأنه فكرة إسرائيل هم تفضل خلاصت ما يقول هذا المؤرخ هو أن أن حركة المقاومة دخلت إسرائيل في فخ أخلاقي وستراتيجي وأن إسرائيل تتجه إلى لامباس تتجه إلى طريق مسدود إلى هزيمة كلمة الهزيمة تتردد والنهيار قال أن تذهب إلى نتيجة حتمية لإستراتيجية انتحارية أن مذبحة رفح هي نتيجة حتمية لإستراتيجية انتحارية تقود إسرائيل إلى طريق مسدود هذه جات بعد مذبحة رفح هذه كانت قبل حوالي ستة أيام فلسطين تعين راوي الباجي رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة فيات الجزائر أعلنت شركة ستايل انتس ستايل انتس الرائدة في صناعة السيارات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط عن إحداث تغيير في فريقها الإداري في الجزائر لمواصلة تطوير قطاع صناعة صناعة السيارات في الجزائر كله كان قطاع وراح كاين صناعة سيارات وراح فقط نطوروه فقط شوف استخدام الكلمات الخداع والماكر وقالت الشركة عبر بيان صحفي اعتبار أن واحد جوان يعين راوي الباجي اليوم يتكلم على أمس يتكلم على واحد جوان يعني قرار تخذها على السريع يعين راوي الباجي رئيس المدير العام جديدا لشركة فيات الجزائر خلفا للسيد حكيم بطهرة الذي تم تكليفه بمسؤوليات جديدة في المجمع ستايل انتس وجاءنا المدير الجديد لشركة فرات فيات راوي الباجي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاما في مناصب المالية وإلى آخرها هذا تعليق سريع اللي أريد أن نبقى هنا كثيرا تعليق سريع يقول لك أنهم غارقين وأن شركة فيات اللي جابوها وقالوا ستخرج من شعار بخمسين ألف سيارة وأنه راهي غارق والشركات الصينية اللي جابوهم راهي الناس يلقوهم عبارة عن مرات عبارة عن سامحوني الكلمة سيد برويت يعني براوت يعني كثيرين رام في أحداث أسعارهم مرتفعة جدا مقارنة لهيئتهم يعني وذلك الأسعار القديمة في الجزيرة هي أغلى مرات من هذه السيارات حتى وإن كانت هي أصلا غالية هذه السيارات وموضوع السيارات هذا رام غارقين فيه منذ سنوات طويلة جدا والإيطاحة بالمدير العام والإعلان عن ذلك يوم أو يومين قبل وتعيين وحدة آخر إذا شفت هذه الأشياء وشفتها على السريع عرف أن هناك مشكلة مما يعني أن وش رام يقولوا الناس على صناعة السيارات هذه حقيقة وش رام يقول هذه العصابات كذب كذب فيه كذب سيارات في الجزائر هي من بين أغلى السيارات في العالم يعني سيارات هنا اللي مرة عليها فيت عليها خمس سنوات ولا ست سنوات في الجزائر تتبع مرتين سعرها اللي تتبع فيه في فرنسا أو في بلجيكا أو فيه بينما الدخل معدل تعلب بلجيكا والفرنسا وهو على الأقل عشر مرات أكبر من دخل الجزائر شي غير معقول وغير مفهوم وصناعة السيارات اليوم ماهش صناعة طائرات مش صناعة الرقائق مش تكنولوجيا النانو مش هذه الصناعة معروفة عمرها مئات سنة أكثر من مئة وعشرين سنة ومئة وثلاثين سنة منذ بدأت هذه الصناعة في دول بدأت وراء الجزائر راي تصدر بلدان مثل الهند الصين الآن راي عندها يعني وش كان موجود في الجزائر لما خرج الاستعمار الإجرامي من منظومة صناعية كانت متفوقة جدا على الصين مشابهة أو متفوقة على تركيا متفوقة على المغرب متفوقة على دول مثل بولندا كل هذه الدول راي تصدر وتصدر إيران راي تصدر أحيانا مئات الألاف وبعضها طبعا الصين صدر عشرات الملايين مش مئات الألاف تعطراك مئات الألاف المغاربة مئات الألاف ما الذي يجعلنا نغرقه في كاسما؟ الفساد ما كاش وحتي بلاستو المعرفة الرشاوي الجهلاء مسكي البلاد الخبثاء مسكي البلاد النصوص مسكي البلاد الفجار مسكي البلاد هذا هو البلاد ميش في أيدي الشعب الشعب دايلين وخديم يتحقر ويتظلم ويسجن وطبعا كثير من الشعبي واللي يصبح يتصرف كانه ليس بشر إلى آخره لماذا تغرقون في صناعة ما راناش نتكلموا على صناعات جديدة ما راناش نتكلموا على صناعة سيارات الكهربائية مثلاً تكلموا على صناعة معروفة منذ أكثر من مئة سنة لماذا ما زالت تغرقوا وحتى هذه التعفيات هو تركيب هو تركيب ليس صناعة هو نفخ عجلات مع ذلك يغرقون لكن كان طبعا تببون كان راح الخنشلة راح نخلي موضوع خنشلة أيضاً للغد لأنني نشوف أنا فتنة مئة دقيقة خليني نعلق له فقط على هذا الموضوع وغداً أعيدكم باللي نخصص على الأقل 40 دقيقة للموضوع تلك الجزائر بإبن الله فالسطين قضية مقدسة ولا جزائري ينسى مهما كانت مهما كانت تفكير متاع الأشقاء ولا نسخرين أنا ما نساش باللي هي أولى القبلتين أولى القبلتين تالية الحرامين إذن من مقدساتي ما هيش قضية مساومة ديبلوماسية وسياسية الإجرام إجرام والخير خير هذا هو إنسان نحن ندينا كل شرفة في العالم كل حقوقين في العالم باش يتوجهوا المحكمة الدولية وتوجهوا وحكمنا عليهم ونزيد نحكم عليهم ونزيد نحكم عليهم منحبش نجبد مواضيع اللي تتعلق بالدين معهم إلا عندما يجبدوهما لكن عندما يجبدوهما لازم نردوا على الأكاذيب وعلى الخداع وعلى المكر نتاحهم تابون قال لك طيب أنا دي نقلتها روسيا اليوم لقناة نظن تأخنش لهذه قال لك عمرو لا ينسى أنها أولى القبلتين يا أولدي يصلي للقبلة مارك تا صلي للقبلة الأولى اللي راه يدرك أنا نقولها لكم والله ما يصد للقبلة تابون ما يصدش للقبلة إلا المرات اللي في الجامع الكبير والله صوروه بشيبان لما الناس لا تخرج يقولوا وكيفاش ما يحضرش العيد وما يحضرش أنا عارب لي هذا الموضوع ممكن ينزعجه منه بعض الناس يقولك لا وهذا القضية لا هو كان يتكلم عنه قبلتين هو رايش بدل الموضوع أنا كيش بده هو مواضيع الدين مثلا كما تكلمت على شنغريحة لما رايش يصلي في جامع الكبير وأنا نعرف بلي هو ملحد وبالدليل وهو يقولها ويبدأ اجتماعاته بالكفر على ربي شنغريحة يبدأ اجتماعاته بسبب ربي في اجتماعاته أي واحد يحضر معي يقول له كذا أو يبدأ طبعا نطلعش نعود وهذه من الناس ثقات حضروا هذه الاجتماعات مش كلام قال سمعوهم عن واحد عن آخر إلى آخر وهذه لسنوات مش الآن أما تبون فلا يركع ولا يعرف لا القبلة القديمة ولا الأولى ولا الثاني لكن التلاعب الخداع عنك يوصل الخداع خلاص هنا طيب ستقول أولى القبلتين وثلاث الحرمين تبون عمرك ثمانين سنة هل يعرف عنك أنك حجيت الحج اللي هو ركن من أركان الدين ما هوش شعيرة ما هوش تبيحها على العيد الكبير سنة تديرها ولا ما تديرها لحسب ظروفك ولا ما تديرها ما عندك حتى مشكلة ما هوش صلاة جماعة تروح لها ولا ما تروح لهاش ما هوش حتى صلاة جمعة الحج هو أحد الأركان الخمسة كما تدير تبنى على أركان كما تدير هاش ما كان هل يعرف أن تبون حج لا يعرف ولم يحوش تبون شنغريحة عندما ذهب قبل شهر طبعا بعض الناس لأن كان المشكلة مع بعض الناس ما يميزوش عندما يدخلهم الدين في النطاق هذا ويتلعبوا به لازم نردوا عليهم خاصة أن الداخل وحتى الخارج للأسف لهم متضلعين أكثر مني في مواضع الدين أنا نتكلم عليه من جانب سياسي إما ساكتين وإما خائفين وإما صامتين وإما مرعوبين وإما مشتارين وإما سيسيبي وإما لأن كاي الناس كانوا يقولوا له استنى استنى تركت قلنا رك مع القبلة أولى القبلتين وثلث الحرامين أنت مكش تعطي المثال صلاة العياد بكري يقول لك صلاة القياد هي الجمعة والعياد طبعا الجمعة ما يدروا هاش هما حتى صلاة العياد اللي هي سنة ولكن أساسية على أساسا الحاكم هذا مسلم كما يقول دستور دستور يقول لك لازم يكون بالغ 40 سنة مسلم هذا نص دستوري ما يدروا هاش داروها المرة الماضية لما أكثر عليهم الحديث داروها في الجمع الكبير واش مديك لأولى القبلتين وثلث الحرامين يقول نحن مع الشعب الفلسطيني في الأكاذيب انتعكم نحن ضد التهامجية الصهيونية واش تدايك للأولى القبلتين وثلث الحرامين واش تدايك وانت لا تؤمن لا بالقبلة أصلا ولا توجه لها رأسك أو وجهك ولا حجيت اللي هو ضروري شنجريح لما راح للسعودية من بين الإشكالات اللي سرعت عنده هو أنهم في السعودية طبعا السعودية اليوم مفتحين قبل عشر أيام فتحوا كباري ملها ليلي وشيء رهيب في أرض الحرامين وانا قلتها وما زال نعودها الناس اللي حجوا مرة من الأحسن في بالي لو يضعوا المال اللي يرحوا به للحج مرة ثانية اللي هو إضافة أن يضعوه في بطون الفقراء والأيتام والأرامل والجوعة والمفقرين ويكون مليون مرة خير لهم وهذا قول يقع قول علماء اللي هم عالم مني لكل حال وأما العمرة فأنا رأيي خاصة في هذا الزمن تعبن سلمان أن الناس العمرة هي سنة لكن اتعام الفقراء المجوعين إيجاد الأدوية للذين لا يجدون دواء مساعدة أرملة أن تجد سكنا هذا هذا شيء أساسي مركزي هذا هو قلب الدين الدين جاء أساسا أن الناس تعون الناس وتقف مع الناس ولذلك كان حديث كثير جدا في قضية توقوف مع الناس إلى درجة أن في حديث قدس لرسول صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه أو حديث أن أقرب أحب الناس لله هم أنفعهم لعباده أنفعهم لعباده فقضية مساعدة المجوعين والمفقرين والأرامل خاصة أنها تنهب أرزاقهم ليس فقط أحسن من عمراء إضافية تعتباهي وتفاخر وأنا نقول الأمور كما هي لأن أكثرية الناس ربما يروحوا للعمرات للتباهي والتفاخر وبعد أن بن سلمان وره يدير فيها رأي يدفع فيها في الشر يدفع فيها للشر وللفساد وللنحرف هذه الأموال تروح لهم هناك وإذن لما راح شنقريحة المرة الماضية عند بن سلمان عند السعود وهو ما عندهم في البروتوكول أنه لما يجي حاكم مسلم حتى لو كان يكون في الأصل ملحد كما شنقريحة أو غيره يعرضوا عليه باش يروح عمره ولازم يقبل لأن هذا البروتوكول مخدم هكذا نزار راح نزار قاتل مجرم دار انقلاب 92 لكن احتفظ بالشكليات احتفظ بالشكليات لما راح في 93 في جنبي 93 دار عمره واعتمر ودار الصور وحطهم حتى في كتابه يعني لأنه نزار في الحقيقة على كل جرائمه وعلى أنه هو مستوى أيضا محدود لكن كان عنده حد أدنى يفهم فيه حد أدنى طبعا هذا الموضوع أثار قلق في السعودية موش لأنه لا يذهب لعمره وما ماذا بهم همارهم خارجين خارج الدين حوكم السعودية يرام خارج الدين تماما لا لأنه اعتبروه إهانة لهم ففزة العلاقات كان باشي ينسق معهم بعض الأمور خاصة مع توحش الإمارات على العصابة فالعلاقات كانت لما أرجع كانت أسوأ مما قبل أن يذهب فأنا ننصح تبون وشينغريح بما أنكم ما عندكم علاقة بالدين وما عندكم علاقة بالصلاة وما عندكم علاقة فبتعدوا على الأمور هذه لأنه لما تجوا تكذبوا بيها وتخادعوا بيها وللأسف لأنه لم يكن ناس يواجهوكم خاصة من اللي لديهم علم دين وعلم في الدين أكثر مني فالأسف أجد نفسي أن نواجهكم لأن هذا يسمى خداع ومكم ونفاق ليس أكثر قل لك حاجة أفضل مثلا تبون باعتبارك القائد الأعلى للجيش ووزير الدفاع تخلي الناس يصلوا الناس كانت عندها مصليات في التسعينات لما كانت المجازر وكانت الحرب وكانت كانت الأغلبية فكانت فيها مصليات أغلبيةها والمراكز العسكرية والفنادق العسكرية فيها مصليات درك أنت أحنا تمشي في مطار في بريطانيا ولا تمشي في تل أبيب كيتعود في تل أبيب تلقى مكان الصلاة في مطار بن جوريون كين مكان الصلاة هنا في المطارات البريطانية كل المطارات اللي مريت منها أنا كين غرفة للصلاة طبعا هم غرفة مش دينها المسلمين فقط دينها لكل من يصلي لماذا؟ لأن واحد يصلي واحد متدين يهودي متدين مسيحي متدين مسلم متدين يحب يلقى مكان وين يعبد ربه خمس دقائق أو عشر دقائق قبل ما تطير طيارة مثلا طبعا أغلب هذه الغرف تلقى فيها المسلمين يعني لكن يعني مفتوح للجميع هذا هو المنطق نحن نعلم أننا في دول علمانية وفي كثير من الدول اللي نحكي لها بريطانيا اللي نعرف بالتفصيل يعني وربما استخدمت خمسة أو ست مطارات بريطانيا في هذا الفترة يعني 30 سنة اللي أنا هنا تقريبا إذا نفتح فقط مصليات للناس باعتبار القائد العالى ومنش عارف وش يسموك وزر الدفاع قل شينغريحي يخلي الناس رح تحج لماذا تمنعون العسكري اللي ما حجش قاع أنا ضد أن يروح العسكري يحج مرة ثانية أو يروح يعتمر مرة ثانية أو في الحقيقة لو كان جليا ما يمنق نع الناس لأن كان هذا الناس أحراء أنه حج مرة واحدة تكون حج وعمرة يكفي وذلك المال يذهب للفقراء والمساكين والمحتجين في الجزيرة وخرج الجزيرة إذن بدل ما تبكي على أولى القبلتين وثالث الحرمين وكأنك إمام المهديين فهديروا الأبسط الأشياء اللي في البلاد قل شينغريحا ما يبدأ اجتماعاته بالكفر والسب لأن هذا رأى في وظيفة عامة و شوف شوف صبر الله سبحانه وتعالى ولذلك من أسماء الحسنة الصبور تخيل أنت أي إنسان واحد منكم يأتي واحد يسبه إلا كان قادر يضربه يضربه إلا كان قادر يسبه يسبه إلا كان قادر مشاهد عندك جنيرالات وعلى رأسهم شينغريحا ليلة النهارة يسبه الثكانات كلها سب مراكز الدرك إلا نستثني البشر كي الناس متأدبين ومتربيين صح لا يقومون بذلك لكن ثقافة سب الدين وسب الرب منتشرة في الثكانات منتشرة في الكوميساريا منتشرة عند الدرك منتشرة في السجون هذا الرب لكم تفترضوا أن في ثاني الخبلتين وتزعمون أنكم تؤمنون به كفوا فقط على هذا الإذاء لأن هذا يتأذى الله سبحانه وتعالى أذى الناس يصعد له هذا برك خليك ما تروح لحاجات كبار وبعدين في قضية أولى القبلتين وثالث حرمين كفوا فقط على إعطاء المال لعباس فعباس موش مطبع لأن انتوما البروباغاندا اللي راي تمشي قال احنا المغرب خطرش مطبع احنا ضد التطبيع المغرب وغير المغرب وندين وأدناه وسندين إلى الأبد لكن تما هم موش مطبعين في العالم لكن ديرين أكثر لأن عباس موش مطبع عباس خدام مرتزق عميل يسجن فلسطينيين خاصة الأحرار منهم ويقتلهم ويعذبهم ويسلمهم فخلونا من الهف وابقاوا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر